موسيقى متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية أسعد الله و أوقاتكم بكل خير إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم والتي نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعي الواردة لدينا هنا في مركز تقصى العرب والتي تشير تقريبا إلى خلوص ما مبلك من تواجد كميات من الصحب والغيوم الهامة بعض الصحب والغيوم في المنطقة الشمالية من المملكة تقريبا هناك صحب متوسطة وعليك ما تراحضون بعض الغيوم مخفضة في مراتق أخرى ويوم كمية بشكل قليل فوق المرتفعات جنوب غرب المملكة بشكل عام تؤثر على المملكة توقعات الهطولات المطارية خلال 48 ساعة القادمة المتوقع اتبار من ساعات صباح يوم غد الأحد أن تنشط وترتفع فرص وطول الأمطار في الأجزاء الشمالية من المملكة كما نراحض الحدود الشمالية عرعر ورفحاء وأجزاء من السكاكة تمتد هذه الأمطار في ساعات النهار تشمل الحدود السعودية العراقية زخات من الأمطار متوقعة على طول المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية المتوقع أن تعود عليها فرص الأمطار هناك فرصة لبعض الزخات المحلية من الأمطار في المناطق الوسطى ولكن تكون بشكل محدود وبوجه عام يوم الأثنين يتوقع أن تنشط اعتبارا من ساحة فجلة الأحد على الأثنين فرص الأمطار بشكل أكبر في المناطق الشمالية الشرقية المملكة تشمل حفر الباطن ورفحاء وتشتد مع ساعات النهار هذه البقعة من الأمطار الرعدية أحيانا قد تكون والتي تتحرك باتجاه دولة الكويت مع ساعات نهار يوم الأحد كما نلاحظ على الجانب الآخر من متوقع أن تنشط فرص وطول الأمطار بشكل جيد نهار يوم الأثنين على طول المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية من المملكة وتشمل أيضا بعض المناطق الساحلية أحيانا بالعودة للأحوال الجوية هذه الليلة في العاصمة الرياض أجواء تكون باردة نسبية وضبابية مع ارتفاع في نسبة الرطوبة درجة حارة صغرى 13 درجة مئوية توقعات الأحوال الجوية في العاصمة الرياض خيالثات الأيام القادمة تكون على النحو التالي يوم الأحد 23 نهارا 13 درجة موية في ساعات الليل مع ظهور كميات من السحب والغيوم التي قد ينجمع لها بعض الهطولات المحلية من الأمطار يوم 22 إلى 15 ويوم 23 إلى 15 درجة موية صدرت خلال يوم أمس نشرة الجوية الشهرية لشهر يناير كنون ثاني للعام 2021 ويمكنكم الإطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق تشير تقريبا هذه النشرة إلى استمرار من دفاع الرياح الجنوبية الشرقية خاصة في العشرة أيام الأولى من هذا الشهر في الأجزاء الغربية من المملكة ويتوقع أن تتأثر مناطق جنوب شرق الجزيرة العربي بما فيها أجزاء من شرق المملكة بدرجات حارة أقل من المعتاد وهم خفضة درجات الحارة بمشيئة الله تعالى تتصاعد حالات جوية بمشيئة الله تعالى اعتبارها من النصف الثاني من هذا الشهر وأخيرا نصف الأول ما يتميز به أن هناك المناطق الشرقية من المملكة وجنوبية الشرقية بها درجات حارة منخفضة وبعض الحالات المطرية أحيانا في حين تكون الرياح الجنوبية الشرقية هي الرياح السائدة في الأجزاء الغربية من المملكة يتبدل الحال بمشيئة الله تعالى كلما اقتربنا من منتصف هذا الشهر إذن هذا كنتم بشأن الأحوال الجوية في المملكة دمتم بخير إلى اللقاء شكرا